الحديث الثلاثون وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الحديث الثلاثون من حديث الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله نقل فيه عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرائضة فلا تضيعها الحديث هذا الحديث من رواية أبي ثعلبة صحابي الحديث هو أبو ثعلبة الخشني وقد اختلف في اسمه خلاف واسع فقيل اسمه جرثوم بن ناشر وقيل جرثومة وقيل جرثوم وقيل جرثوم وقيل غير ذلك واختلف في اسمه واختلف في اسم أبيه إلا أن الأشهر من ذلك أنه جرثوم بن ناشر وهو من الأصحابة الذين روايتهم قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات رضي الله عنه في سنة خمس وسبعين وقيل بل مات قبل ذلك بكثير في أول خلافة معاوية بعد الأربعين والشان فيما يتعلق بهذه الرواية رضي الله تعالى عنه هذه الرواية تضمنت ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان أقسام ما جاءت به الشريعة موضوع الحديث بيان أقسام ما جاءت به الشريعة وأنه على أقسام وأصناف وليس صنفا واحدا ولكل صنف حكم فالحديث موضوعه بيان أقسام ما جاءت به الشريعة من الأحكام وبيان حكم كل صنف أو قسم من هذه الأقسام الحديث من حيث إسناده قال فيه المصنف رحمه الله حديث حسن رواه الدار قطني وغيره وهو كما قال من حيث الرواية فقد رواه الدار قطني في سننه وزاد فيه وسكعت عن أشياء من غير نسنان فلا تبحث عنها هذا رواية النساء رواية الدار قطني وقد أخرجه البيهقي في سننه بسند موقوف وكذلك أخرجه الطبراني في المعجن بلفظ وغفل عن أشياء من غير نسيان فلا تبحث عنها فالحديث رواه الدار قطني بهذا اللفظ مع ورود رواية ورواه لفظ آخر عند الدار قطني ورواه البيهقي والطبراني بألفاظ قريبة مما ذكر المصنف رحمه الله وحكم المصنف الحسن للحديث بأنه حسن جرى فيه على ما ذكره جماعة من أهل العلم وقد وصفه البزار بأن إسناده صالح وغالب أهل التحقيق من المحدثين على أن الحديث إسناده ضعيف وسبب ضعفه أنه من رواية داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني ومكحول ليس له رواية عن أبي ثعلبة رضي الله عنه كما أنه اختلف في وقفه ورفعه ورجح الدار قطني الرفع قال الأشبه بالصواب أنه مرفوع قال وهو أشهر أي الرفع وقد حسن الحديث بالرجب كما حسنه الحافظ أبو بكر السمعاني في أماله والحديث وإن كان لا يخلو الطريق الذي ذكر من ضعف إلا أنه يشهد له تعدد طرق إضافة إلى أن ما تضمنه مما جاءت به النصوص وهذا سبب تحسين من حسنه من أهل العلم لكن من ضعفه سبب تضعيفه أنه من رواية مكحول وليس له رواية عن أبي ثعلبة والثاني اختلاف الرفع والوقف وأكثر المحققين على وقفه وقد صحح رفعه صوب رفعه الدار قطني رحمه الله أما ما يتعلق بمضمون الحديث فالحديث تضمن أربعة أشياء أربعة جمل الجملة الأولى إن الله فرض فرائضة فلا تضيعها الجملة الثانية وحدة حدودا فلا تعتدوها الجملة الثالثة وحرم أشياء فلا تنتهكها الجملة الرابعة وسكت عن أشياء رحمة لكم غير الإنسيان فلا تبحثوا عنها فالأقسام التي ذكرها الحديث أربعة أقسام القسم الأول إن الله تعالى فرض فرائضة فلا تضيعوها هذا هو القسم الأول مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول أقسام ما جاءت به الشريعة الفرائض والفرائض جمع فريضة والمقصود بها المفروضة وهو ما أوجبه وسمي الواجب فرضا لأنه مقتطع مفروض ملزم به واجب وتطلق الفرائض على كل ما أوجبه الله ورسوله سواء كان واجبه ثابتا بالكتاب أو كان واجبه ثابتا بالسنة والاشتراك في الفريضة أي في الوجوب لا يقتضي استواء منزلة تلك الفرائض بل هي على مراتب ومنازل فأصول الإسلام وأركانه كلها فرائض الزكاة والصوم الصلاة والزكاة والصوم الحج بر الوالدين الإحسان إلى الجار أداء الحقوق رد الأمانات كلها فرائض لكن ليست على مرتبة واحدة في المنزلة في الشريعة فترك الصلاة ليس كترك أداء الأمانة في المنزلة والمرتبة والمقصود أن الشريعة جاءت بواجبات ومطلوبات حقها أن تحفظ وإذا قال فلا تضيعوها أي فلا تفرط فيها تفريطا يفضي إلى إضاعتها والنهي عن إضاعتها يشمل النهي عن ترك علمها ومعرفتها ويشمل ترك العمل بها فإن الإضاعة إما بترك العمل بترك العلم بها وإما بترك العمل بها فالتضيع للفرائض له وجهان إما عدم العلم بها أو عدم العمل بها وكلا هذين الوجهين مما يدخل في الإضاعة تركها تأخيرها عن وقتها اللازم المفروض هو من إضاعتها لأنه ترك عمل بها في الوقت الذي فرضت فيه فهو داخل في ترك العمل فترك العمل يشمل ترك العمل بها كليا أو ترك العمل بها على الوجه الذي أمرت به فإضاعة الصلاة يدخل فيها عدم تعلمها ومعرفة ما يجب منها سواء في أوقاتها أو في شروطها أو في واجباتها أو في أركانها ويشمل عدم العمل بذلك فيما إذا علم فرضها وقتها واجباتها أركانها وترك العمل بذلك هو من إضاعتها فقول فلا تضيعوها ناهيون عن إضاعتها بترك العلم بها وترك العمل بها القسم الثاني من الأقسام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها حد حدودا أي جعل موانع فالحدود في الأصل مأخذها من الحد وهو المانع والمنع وهذه الموانع تحول بين الإنسان وبين المعاصي بين الإنسان وبين مواقعة ما منعه الله تعالى وحرمه عليه فالحدود تطلق ويراد بها الفاصل بين الحلل والحرام وتطلق ويراد بها المعاصي والمحرمات فقوله وحد حدودا أي جعل فواصل بين الحلل والحرام فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها لأن تجاوزها يوقع في المحارب واختلف العلماء رحمه الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وحد حدودا هل المقصود بالحدود هنا الفاصل بين الحلل والحرام أم الحدود المقصود بها العقوبات التي جعلها مرتبة على بعض السيئات والمعاصي كالزنة والسرقة والحراب ونحو ذلك أو المقصود بالحدود هنا المعاصي والمحرمات فإن الحدود تطلق ويراد بها الفاصل بين الحلال والحرام وتطلق ويراد بها المعاصي ذاتها فالله تعالى يقول في كتابه وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ثم يقول تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها ويقول في آية أخرى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فولئك هم الظالمون فالحدود جاءت في القرآن بمعنى المعاصي كالآية التي فيها النهي عن مباشرة النساء في المساجد حال مباشرة النساء حال الاعتكاف ولا تبشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها أي تلك معاصي الله التي حرمها عليكم ومنعكم منها فلا تقربوها وتأتي بمعنى الحد الفاصل بين الحلال والحرام فهنا قال فلا تعتدوها فحيث نهانا عن قربان الحدود فالمقصود بها المعاصي وحيث نهانا عن اعتداء الحدود فالمقصود بها الحد الفاصل بين الحلال والحرام كقوله تعالى ولا جناع فلا جناع عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هنا ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها الذي يظهر هو المعنى الأول الذي ذكرته الذي ذكرته وهو الفاصل بين الحلال والحرام لأن المحرمات ذكرت في قوله صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء فلا تنتهكوها فيطلاق الحدود بمعنى المعاصي مع قوله وحرم أشياء يكون فيه تكرار لكن يقال وحد حدودا فلا تعتدوها إما أن الحدود هنا المقصود بها العقوبات المقدرة شرعا على المعاصي وإما أن يكون المقصود بالحدود هنا الفاصل بين الحلال والحرام فهو تحذير من تجاوز ما جعل الله فاصلا بين الحلال والحرام ثم ذكر المواقع للحرام في قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها فيكون ذكر الواجب والفرض وذكر المأذون به وحذر من تجاوزه وذكر الحرام في قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها قوله فلا تقعوا فيها فالانتهاك هو الوقوع هو تجاوز الحد هو الولوج والخوض في المحرم هو مواقعة هو مواقعة ما حرم الله تعالى وقوله حرم أشياء أي منع منها سواء كانت هذه الأشياء تتعلق بالأعيال أو تتعلق بالأحوال أو تتعلق بالزمان أو تتعلق بالمكان تتعلق بحق الله وتتعلق بحق الخلق كل هذا مما يجب فيه الامتناع والبعد لأن لا يقع فيما حرم الله تعالى فلا تنتهكوها رابع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأقسام قالوا سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها هذا هو القسم الرابع وهو المسكوت عنه وقوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء أي لم يأتي فيها بيان لا بفرض ولا بنهي عن تعدي ولا بنهي عن انتهاك وقد جاء في حديث بن عباس وسلمان وأبي الدرداء لهذا الحديث جاء وما سكت عنه فهو عفو وهنا قال فلا تبحثوا عنها أي فلا تطلبوا حكمها لأنه مسكوت عنها ولن تجدوا وما سكت عنه الله عز وجل فلا وجه لطلب حكمه والبحثه من التلطع الذي نهت عنه الشريعة وإذا قال فلا تبحثوا عنها وبين حكمه في قوله وما سكت عنه فهو عفو وقوله صلى الله عليه وسلم رحمة لكم أي أن هذا السكوت من رحمة الله بعباده ورحمته بعباده أن سكت عن هذه الأشياء لحاجتهم إليها ولأن ولأنها عفو فوجه الرحمة أنها عفو أي أن أنها أنهم لا يطالبون فيها بشيء بل هو مما عفى عنهم فيه وأذن لهم والعفو هو التجاوز والصفح وقوله فلا تبحثوا عنها اختلف فيه العلماء هل هذا نهي عن السؤال مطلقا في زمن التشريع وبعده أو أنه نهي في زمن التشريع فذب الجمهور إلى أن قوله فلا تبحثوا عنها خطاب للصحابة وقت تنزل الوحي وأنه نهي عن السؤال عنها وقت التشريع لأن السؤال عنها قد يترتب عليه منع ما سكت الله تعالى عنه وهذا قد جاء فيه الوعيد أن يسأل الإنسان عن شيء سكت الله عنه فيحرم ويمنع من أجل مسألته لكن هذا في وقت التشريع كما قال الله تعالى أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم هذا في وقت التشريع أما بعد التشريع فلو سأل الإنسان عما سأل فإنه لا يحرم لا يجد بسؤاله تشريع بل هو بيان للتشريع فسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون أما وقت نزول الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يسأل إنسان عن شيء فيمنع ذلك الشيء بسبب سؤاله فيلحق الناس حرج ولذلك ينوه عن المسألة وقد جاء في الصحيحين من حديثه عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرماً في المسلمين وقت التشريع من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته لكن هذا لا يعني أنه بعد اكتمال التشريع لا يسأل الإنسان فقد تجد في زمن الناس مسألة من المسأل والمعاملات فيسألون عنها ليستبينوا هل هي حلالة أو حرام فيقول العالم بأنها حرام بناء على تنزيل النصوص إما لأجل أنها ربا أو لأجل أنها غرر أو لأجل أنها ميسر فيقول إنها حرام هل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين جرماً في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته لا لأن هذا هو المطلوب منه فيما إذا جهل والله تعالى يقول فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا فالنهي عن السؤال في قولي فلا تبحثوا عنها إنما هو وقت إنما هو في زمن التشريع في وقت التشريع أما بعد اقتطاع الوحي فإن المسلم يسأل عن كل ما أشكل عليه مما يحتاج إلى سؤاله لكن أن يسأل تعنتاً أو يسأل تضييقاً على نفسه أو تنطعاً فهذا مما ينهى عنه فقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها أي في زمن التشريع وليس مطلقاً وهذا القسم هو المعفو عنه وقد اختلف العلماء في حكمه هل هو حكم سادس لأن الأحكام خمسة واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح فهل يضاف إلى هذا قسم سادس وهو المسكوت عنها المعفو عنه هكذا قال بعض أهل العلم قال هذا حكم سادس وهو ما سكيت عنه فهو عفو وقال آخرون بل هذا تصنيف لقسم من الأقسام يشترك مع المباح في النهاية ومباح في النهاية هو مما أذن فيه وإن سمي معفو فيكون المباحات ما جاء النص بحله كقول تعالى وأحل الله البيع فجاء النص بإباحته وهناك قسم لم يأتي النص بحله لكنه في الحكم موافق لما جاء النص بحله وهو المباح فيكون مندرجاً في المباح فلا حاجة إلى أن يفرد بقسم خاص فيكون المباح له طريقاً إما أن ينص الشارع على إباحته وإما أن يسكت عنه فما سكت عنه فهو عفو وهو مباح فلا حاجة إلى أن تكون الأقسام ستة بالأقسام الأحكامي خمسة كما هو قول جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين والأصليين فوائد هذا الحديث نجعلها إن شاء الله تعالى في أول الدرس القادم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على ربينا محمد ترجمة نانسي قنقر